انتبه كاتاكون إن كاتاكون يقوم بعمل روجر هي كاتاكون هل تعمل الآن في محل الألعاب؟ مرحبا بكم هذه هي أحدث الألعاب لدينا وتقوم بالتوصيل أيضا وتعمل أيضا في المطعم؟ هل أنت متأكد من أنك تستطيع أن تجمع بين كل هذه الوظائف؟ أريد أن أعمل كثيرا إنه يعمل بجد كي يتمكن من دفع ثمن تذكرة الحفل يا إلهي كتاكون متعب لدرجة أنه ينام في الصف ما مشكلته؟ هذا كله لأنه يريد أن يشتري تذكرة الحفل كتاكون استيقظ أحب الوقت يذهب إلى العمل؟ انتظر أصدقائك يريدونك هل هذه تذاكر جاز؟ أنا مستعجل لدي عمل لماذا كتاكون؟ لماذا كتاكون؟ لقد أرادوا مساعدتك فقط العمل في وظيفة بدوام جزئي قد يمنحكم بعض المال ولكن ليس على طريقة كتاكون كتاكون صغيري هل أنت مريض؟ ها قد أتى بيني ولوي أهلاً شكراً لقدومكما أشعر بالحمة لقد أرهقت نفسي بالعمل كثيراً في الأيام الماضية ولكن كتاكون ما كان يجب عليك أن تقوم بكل هذه الوظائف وفي نفس الوقت؟ هذا صحيح ولكن يريد الذهاب إلى حفلة جاز أنتم لا تفهمون كم يعني لي هذا الأمر؟ بل الجميع يفهمونك كتاكون لكن هناك ما هو أهم من الحفل؟ الآن انتبه لصحتك جيداً كتاكون الأصدقاء ذاهبون مسكين صغيري ما زلت تفكر في الحفل؟ أهلاً كريس ما هذا الذي بيدك؟ بطاقة لحضور حفلة جاز كم هذا رائع كيف استطعت الحصول عليها يا كريس؟ ما قام بهذه اللفتة الجميلة؟ مؤكد أنهما بيني ولوي كان يعملان بجد ليشترياني هذه التذكرة شكراً لكم جميعاً يا كريس أنتم فعلاً أصدقاء رائعون علي أن أعتذر عما حدث ذلك اليوم نعم عليك ذلك عليك أن تتأسف أصدقائي إذا كانت لديكم مشاكل شاركوها مع أصدقائكم ربما يستطيعون المساعدة انظروا هل هذا الإعلان يخص الحفل المميز؟ يا إلهي لقد انتغى مسكين كاتاكون اليوم حفلة جاز الغنائية وأنا متحمس جداً للذهاب قد أتصور مع جاز لذا يجب أن أرتدي ملابس جميلة كاتاكون تبدو مضحكاً بهذا الزي هل تظن بأن هندامك لائق؟ هذا يبدو هل هناك مشكلة؟ هذا مناسب تبدو أنيقاً لابد أنهما بيني ولوي يتصلان ليخبرك عن موعد الحفل نعم ماذا؟ ألغيت الحفلة؟ لا مسكين كاتاكون ولكن لا تحزن اعرف لماذا التغى الحفل أولاً آه آه وفي هذه القبة عفالاً كبيرة عليك أنت بخير كاتاكون؟ أنا حزين قليلاً فقط لقد سمعت أن جاز سيفتتح معرضاً خيرياً بدلاً من الحفل والمعرض الخيري هو جمع المال لدعم قضايا خاصة كالأطفال المحتاجين نحن أيضاً يجب أن نتبرع بثمن التذاكر للمعرض الخيري يا لها من فكرة رائعة أجل إنها فكرة رائعة يا أصدقاء عليكم المشاركة في الأعمال الخيرية إذا أمكنكم ذلك طبعاً هكذا سيذهب المال لمن يحتاج إليه مرحباً كاتاكون ولكن ما هذه الفوضى؟ أجل بالطبع أهلاً وسهلاً بك يا بني مرحباً وفي خمن ماذا؟ بني سيبيت هنا لبضعة أيام من الأفضل أن ترتب المنزل أولاً كاتاكون مرحباً بني أنت بالطريق إلى منزلك تكون؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أولاً على بني أن ينتظر ثلاث دقائق أخرى؟ ليس مجدداً وفي لقد غضب بني لأنه انتظر طويلاً لا تذهب يا بني وفي يريد أن يريك شيئاً كاتاكون ما زلت ترتب المنزل؟ ها قد جاء بني رأيت بني كان كاتاكون يرتب المنزل من أجلك مرحباً أصدقاء تستمتعون بالقراءة؟ كاتاكون كم الساعة لديك؟ إنها العاشرة صباحاً أوه حان وقت ماذا؟ لقد حان وقت الشيء الذي نفعله كل صباح آه فهمتك تقصد الواجب المنزلي؟ كنت أنساه كده ينساه كاتاكون يا إلهي مسكين بني كان يقصد الإفطار كاتاكون؟ هل أنت جائع؟ لا، أريد أن أنهيح الواجب المدرسي أولاً ثم أحضر شيئاً لآكله مسكين بني بني، لما لا ترى إذا كان يوجد في التلاج طعام؟ لا تخجل انظر إلى ووفي، فهو لا يخجل أبداً يوجد الكثير من الطعام في التلاجة ولكن بني يعتبر نفسه ضيفاً ولا يجب أن يأخذ من الثلاجة يا إلهي، بني هل أنت بخير؟ وأخيراً قد انتهيت من حل واجبي ولكن ما به بني؟ إنه يشعر بالجوع ولكن يوجد الكثير من الطعام في الثلاجة كل ما تريد أنت جائع الآن كاتاكون؟ أوه، أين ذهب كل الطعام؟ بني، أكل كل الطعام لا أظن أن هذا ما قصده كاتاكون عندما قال لك كل ما تريد أيها الأطفال، إذا كنتم ضيوفاً في منزل أصدقائكم لا تخجلوا لتطلبوا ما تريدون، ولكن أيضاً لا تأخذوا كل الطعام الذي لديهم، كما فعل بني مرحباً أصدقاء، ما زلتم تلعبون؟ انظروا، يبدو أن وفي يشعر بالجوع اهدأ يا وفي، إنهما مشغولان مسكين وفي أنت بخير، هقد جاء بني تفضل يا إلهي، الجو رائع للعب البيسبول نعم، اذهب للعب وفي، هل يمكنك أن تحضر لي خوذة البيسبول؟ وقفزاتي أيضاً ما هذا؟ لماذا لم تحضر خوذة كاتاكون يا وفي؟ يبدو أن وفي غاضب من كاتاكون مرحباً أصدقاء، تبدو هذه الصناديق ثقيلة جداً أقد جاء وفي، هل تريد مساعدتهما؟ وفي، لماذا لا تساعد كاتاكون؟ مسكين كاتاكون، هل تستطيع أن تحمل هذا الصندوق الكبير وحدك؟ آه، هاي، يا إلهي لا تبكي كتاكون، وفي لا يزال يحبك، كل ما عليك فعله هو أن تشعره باهتمامك انظر، ها قد أحضر إليك الإسعافات الأولية شكراً لك يا وفي، سوف أطعمك في الوقت المحدد من الآن فصاعداً هذا رائع، اذهبا إلى المنزل الآن انتظر وفي، هل يمكن أن تساعدني في حمل الصناديق؟ الحيوانات المدللة لديها مشاعر أيضاً، لذا كنوا لطفاء معها وتذكروا دائماً أن تطعموها في الوقت المحدد مرحباً بني، ماذا تفعل؟ هل تريد أن تخيف كتاكون بهذا القناع؟ أوه، لقد أخفت وفي، هل تظن أن هذا مضحكاً؟ مرحباً كتاكون، انظر، وفي لديه ما يخبر كبير ماذا؟ يا إلهي، بني سوف يخيفني بقناع كبير؟ حسناً، لن أدعه يخيفني هذه المرة مرحباً بني أوه، يا إلهي انظر، ماذا فعلت بكتاكون يا بني؟ كتاكون مسكين، استيقظ كتاكون، إنه يعيدك ألا يعيدها مرة أخرى، فقط استيقظ أرجوك وسوف يدعوك إلى العشاء حسناً، وعدتني بذلك أوه، كتاكون، لقد كنت تدعي الخوف إذن، أين ستأخذني لكناع للعشاء يا بني؟ انظر، من هذا؟ بني، أنت لن تخيفني هكذا ولكن كتاكون، بني خلفك آه، إذن من هذا؟ آه، مرحباً، مرحباً، بني خلفك، وش بوضة حسناً سنبدو بعد قليل ها هي بوضتك يا باني آه موضة حسن لزهرتي هل أنت من كسرها وفي؟ لست أنت أوه أين باني؟ هل هرب لأنه كسر زهرتي؟ حسناً سوف أكل بوضة ها قد أتى بني أوه فهمت ولكن لماذا انكسرت بسهولة؟ ألا تعتقد أن ذلك بسببي وفي؟ بني والفاعل أكيد أوه وفي ماذا تفعل؟ لا يمكنك تناول هذه إنها بلاستيكية كلب مشاكس وفي إذن وفي هو من قام بذلك كلب مشاكس الأشياء لا تبدو كما هي في البداية لا تظلم الآخرين مرحباً أيها الصغار ولكن سأنتظر وفي سنذهب لشراء الكعك أتى الأستاذ رونالد وسأل من ترك الباب مفتوحاً؟ فأغلقه يا إلهي كتكون بغية في الداخل أين أوفي؟ الباب مغلق نسيت عن احتراحاتي فيه ماذا سأفعل؟ ساعدوني ساعدوني هل يوجد أحد في الخارج؟ وفي هذا أنت؟ الباب مغلق لا أستطيع الخروج هيا وفي فكر وفي هل يمكنك أن تذهب وتحضر الأستاذ رونالد؟ وفي هل أنت هنا؟ لا أين ذهب؟ لا أحد يساعدني وأنا بحاجة للمساعدة يا إلهي هل أنت جائعك تكون؟ أريد أن أكل الكعك ولن أطعم منه وفي لحظة، أهذا أنت وفي؟ وفي اذهب وحضر الأستاذ رونالد نصحه الأستاذ بالتروي هل هذا أنت أستاذ رونالد؟ أجاب الأستاذ بأن وفي ناداه من الصف وفي أنت كلب جيد، شكراً لك سأشتري لك الكعك الذي تريد الحيوانات قد تساعد أيضاً عليك أن تمنحها فرصة فقط أهلاً ويلي سنوي، بالطبع لا مشكلة مرحباً سنوي، ها قد أتى وفي أهلاً، سنوي ليس عبارة عن مثلجات هيا يا صغار، حان وقت التسلية الجو حرنا اليوم لا، من الأفضل أن أشاغل المكيف حتى لا يذوب سنوي أهلاً، سنوي يذوب ماذا سأفعل؟ ماذا تفعل كاتاكون؟ هل المروحة كافية يا كاتاكون؟ انظر، ما زال سنوي يستمر بالدوباء يا إلهي، لا شيء يجدي نفعاً، سيصبح سنوي عبارة عن قطرة ماء قريباً هل تشعر بالحر مومو؟ هل تشعر بالحر مومو؟ أنا أفضل شخص يعتني بالحيوانات المدللة من الضروري إبقاء الحيوانات الأليفة في الطبيعة، لأنها ترعاها فقط كاسنوي، إنه يحتاج لبيئة باردة جداً شكراً لك، ترى ما هي؟ آه، إنها مظلة، وتفتح عند الضغط على هذا الزهر، إنها جميلة جداً، شكراً لك باني مرحباً كتاكون، إلى أين تذهب اليوم؟ يا إلهي، لقد بدأت تمطر، من الجيد أنك تحمل مظلتك الصغيرة معك مرحباً كتاكون، إنه يوم حار، أتعلم بأنك تستطيع استخدام مظلتك لتقي نفسك من الحرارة؟ هذا أفضل أرأيت مومو؟ لا يمكنك الإمساك بكتاكون وأخيراً وصلت إلى المنزل، بفضل مظلة رائعة أستطيع أن أحمي نفسي من المطر ومن الحرارة حان وقت الأكل مرحباً وفي، احذر من مظلة كتاكون مرحباً كتاكون، هل ستخرج مرة أخرى؟ وفي، هل رأيت مظلتي؟ لا، أنت لم تأكلها أليس كذلك؟ أخرجها، أخرجها وفي انتظر كتاكون، إنها هناك هيا، كيف وصلت إلى سلة المهملات؟ آسف، سأعطني بك جيداً من الآن فصاعداً، لا تقلقي المظلات تحمي وتعمل كواقيات من الحرارة والمطر، إنها كثيرة الاستعمال موسيقى 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 خلفي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة